مش هاكله عامل ازاي ولا هنعمله ازاي? مختلفتين. يعني هنشتغل ازاي? عشان انا مش عارف واربط الدنيا ببعضها فيه. واضح برضو. انا مش عارف ابدأ في ازاي. يعني مش عارف هستخدم الكلاس ماشي. ها طب انا بقى هاي بالفايل. اهو احنا يعني في يعني مش جابريلك ان انت تستخدم الكلاسز. تمام? يعني انت لو مش عايزت تعمل خالص ممكن تعمله من غير الكلاسز. اوكي? بالآآ بالآآ بالمالتي دايمينشنل وخلص. تمام? اهو البرنامج هياخد مني الجراءات من الفايل برة. تمام? هياخدها وبعدين يرجحها تاني ولا هياخدها لانا هادهاله وهو يطلح الى على الفايل برة. بص اول المفروض ان انت عندك الداة بتاعتك سواء الداة بتاعت الستودينس او الداة بتاعت الجريتز باعتهم. دول موجودين في تو سي اس بي فايلز. تمام? فاول حاجة المفروض ان انت تبدأ تعملها ان انت ازاي تعرف تقرأ الداة دي من الفايلز. اه وتدخلها عندك في الكمبيوتر عندك. تمام? طيب. الكلام ده لازم تحدد الاول اه شكل الداة في الكمبيوتر عندك هيبقى هيبقى ايه. يعني ايه شكلها هيبقى ايه? يعني الداة طيب اللي انت هتستخدمه عشان تعمل للداة بتاعتك في الكمبيوتر او في عندك. فسي مسلا. اه لو انا عندي الجدول بتاعي اللي هو بتاع الـ shoe data. عندي مسلا الـ줄 وبقاط او الـ ID اه سرى او الـ ID يعني. والـ name والـ age تقريبا. اه في created تعمل كنوا ل toenama في كده تمام? طيب انا قررت مسلا ان انا هعمل كل الاداتا بتاعتي كتو دي من تمام? حيث ان انا ايا كانت الاداتا اللي جوه ده انا هتعمل معها اا على انها تمام? اا تمام. فحيب عندي تو دي الراي. فكده ده انا حددت اللي انا هستخدمه. اللي هو ايه? تو دي الراي من تمام? بعد كده هبدأ اعمل امبليمنتيشن ليه اه فونكشن اصلا تاخد انا انا بتكلم دلوقتي ان انت بش هتستخدم في اي شكل من اشكال تمام? تمام. فهتعمل امبليمنتيشن ليه الفونكشن دي مهمتها ان هي تقرأ الاداتا من الفايل وتعمل لها في تو دي ار اي من السترينجز تمام? دي اول حاجة. طيب اا بعد كده مفروض على حسب اللي موجودة في في البي دي اف مفروض ان انت تقدر يعني تعرض الاداتا بتاعتك دي على 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 السكرين او تعمل للاداتا اللي موجودة دي تمام? طيب الاداتا اللي موجودة ام يعني ام في كزا نوع من انواع الموديفيكيشن. اول حاجة ان انت ممكن تعمل نورماليزيشن ليه آآ آآ الدرجات بتاعتك. تمام? فالنورماليزيشن ده المفروض ان انت هتتعامل مع الدرجات اللي موجودة. آآ احنا لو لو انت مختار النهاية تبقى فانت هتبقى محتاج ان انت تحاول الدرجات دي لأي آآ داتا طيب بيبقى آآ آآ بيتعامل مع الارقام عشان تعرف تجيب لها المين والستاندرد ديفيجن بتاعه. تمام? فهتحاول السترنج لولياكل مسلا فلوت عشان تعرف تتعامل معاه. تمام? وبعد كده هتجيب له المين والستاندرد ديفيجن كنا احنا ادينا اجزامبل للكلام ده في في السكشن اللي فات. يعني فستشن اللي فاتت. ازاي انا آآ 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 استادر ان انا جيب له المين والستاندردي بيجن بتاعه. تمام? بعد كده تقدر ان انت تحاول الارقام دي يعني اللي هو تعدي على الارقام دي واحد واحد ويتعمله ماينس المين على فبقى عندك راقم جديد. تقدر ان انت تخزن الرقم الجديد ده في تضي تانية آآ برضو لو انت عايز يعني تستمر لانت مخزن كل هالحاجات كسترنج فانت هتحتاج تحول من الفلوت للسترنج. الفلوت اللي انت حسبت بيه انت متابع معي? يعني الدنيا واضحة ولا ولا ادوة? هو اللي حد مائع بس حد كبير في واضحة. تمام اوكي. طيب بعد ما عملت مسلا ده نوع من انواع اللي انت هتعمله في في الداة بتاعتك تمام? طيب ايه الانواع التانية مسلا? بيقولك حول الارقام دي. يعني انت مفروض عندك النتائج بتاعت كل عندك النتيجة بتاعته في المواد. يعني الرقم من من زيرو لغاية مية مسلا. فهو بيقولك حول الكلام ده لجريدز. بالي هي السيمبلز بتاعت الاي بلاس والاي والكلام ده. تمام? فانت عندك كل من الارقام لها جريد معينة. يعني عليكم مسلا الارقام من من مية لغاية تسعين ده اي بلاس. تمام? فانت محتاج ان انت تعدي على كل الارقام اللي موجودة او الدرجات اللي موجودة في الـ 2d array بتاعك. وتشوف هي طبعا ان هي واتغير الرقم ده بالسيمبل بتاعه. ولكن مسلا لقيت واحد جايب مية فتشيل المية وتحط اي بلاس. تمام? اه لقيت واحد جايب مسلا اه اقل من من خمسين فتشيل الكلام ده وتحط اف مثلا. تمام? فكده هيبقى عندك اه 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 جديد ليه الجزء الثاني من البروغرام ان انت تعرف ازاي تكتب الداتا دي في csv فايل زي اللي انت قريت منه فمسلا بعد الموديفكيشن سواء النورماليزيشن او او ان انت حولت الدرجات لجريدز ممكن ان انت تعمل ايه? تعمل تانية بترات الداة دي في في فايل csv. تمام? بحيث ان اليوزر يبقى عنده اا داتا جديدة بالموديفكيشن اللي حصل. اوكي? استاذ مهندس الداة اللي هطلع لي في الاخر لالاسم ومسا والمعلومات بتاعته? بتاعت الستودنت? والجي بي اي بس? مش درجات? اه يعني ده ده في اللي هو اللي انت حاولت الحاجات بتاعته يعني الدرجات بتاعته اللي هو الجي بي اي. الفايل اللي انا هاخد منه هاخد منه قل هيبقى والمعلومات بتاعته والدرجات بتاعته كاملة في كلها في فايل واحد ولا هيبقى الدرجات بتاعته في مكان والمعلومات بتاعته في مكان. لا اه هي زي ما زي ما عندك كده اللي هو في في فايل في المعلومات بتاعت الستودنت بالتفصيل. تمام? وفي فايل تاني اه في الدرجات بتاعت الستودنت. تمام? فانت ببتعمل مسلا بتحول الدرجات دي الجي بي اي فحيبقى زي زي الفايل اللي هو اسمه استودنت اه جريدز ده. في الاعتقد بيبقى فيه الكود بتاع الستودنت والدرجات بتاعته بس. طيب كان احمد احمد محمد حشامي. اه مش ماتس. هو اكسبورت جي بي اي جريدز ده ملوش علاقة ببارت سري. يعني اولا ده اللي هو عايز نعمله ببارت سري اللي هو اكسبورت زي موديفايد داتا تو اي سي اس في فايل. بارت ثري اللي هي الفوق في في المينيو والبارت ثري في الديسكريبشن. الاتنين. هو الفوق ده هو بيقولك المين بروبرتز بتاعت اله بتاعت البروغرام بتاعك. تمام? ما هو يعني بيعمل امبورت واكسبورت لآآ الستودنت داتا والآآ والجريدز. وآآ بيموديفاي الجريدز دي. يحط آآ اه. يشيل الارقام بتاعتي الامتحانات. طيب. ما كانها الجريدز. ايه وبي وكده. اه بالزبط. هل يعني اكسبورت جي بي اي جريدز معناها كده? اه. اه. اصلا مشي الجريدز اللي هي. اللي هو مش هنحسب الحوار دوت? لأ انا ما سمعتش اخر حاجة. الجي بي اي بي بقى اوتو فور. فمش هنحسب اللي هو الارقام اللي بتبقى من اربعة دايت. اه. الجي بي اي جريدز دي هي دي. اه انت اصدك آآ آآ تحط السيمبل ولا تحط آآ ولا تحط الجي بي اي نفسه. مم. لا وهنا آآ آآ هنا ما قلقش تحط صعب اه ما قلقش حسب الجي بي ايه. يعني الجريدز اللي حطها هي اللي هي الايه والبي والسي والجي. والبي بلاس والكلام ده. مرحب. طيب اه طب لما هنا في المانيوم يقولي اكسبورت ستودينت داتا ده معناها اللي هو يعني هبينها له على الشاشة ولا هعملها له فايل جديد. فايل جديد. سي اس. طب ايه اللي لازم انه اصلا فايل موجود. لا اعمل له فايل جديد في ستودينت داتا. ولا ده الموديفايد. بص عشان لو انت مثلا يعني لو في اهم ا انا وضعنا دي احنا ما كناش عايزين نكبر الموضوع اوي نحط ان انت تقدر ان انت تضيف مسلا ستودينت جديد او تاااا ااا ااااااااااااااا اتتعدل مثلا في ا Definitely بتاعت استودينت اااااااااا يعني ده باردو مفروض موجود في الاااااا ام في يعني هو هنا الاكسبورت ملوش لازمة بما ان الداتا نفسها هتفضل زي ما هي. اه. تمام? اه. بس هي الامبورت عشان تقدر انه تعرض البيانات بتاعت الستدينت والدربات بتاعته بس. اه. اه. لكن هو الاكسبورت زي ما انت ما قلت كده ممكن ما بقاش لي لازمة في الحتة بتاعت الستدينت داتا يعني. بس الستدينت جريد انت بتاعته هتعمل الاكسبورت اللي هي ال جي بي اي اللي تحسب للنورمالايزد اه داتا اللي انت حسبتها. الكلام ده ممكن تعمله اكسبورت يعني. تمام ماشي. انا عامتا اي اكسبورت في المنيو ده معانا ان انا لازم احطه كفايل سي اس في مش ان انا اعرضه عشان شو خلاص. اه اه اكسبورت اه اكسبورت معناها فايل يعني. تمام. يعني انا مسلا في اه بارت ثري هتلاقي دين اكسبورت زي موديفاية داتا تو اسيس بي فايل. تمام? اه اي حاجة من الحاجات اللي انت بتعدلها اه بتعمل لها اكسبورت في الفايل. مع هذا مسلا مسلا بارت فور بارت فور اه هو بيقول لك رأيت افونكشن that provides statistics for every grade band for each course. for example in mass one course ten percentage of the students got a 20% got b. الكلام ده ممكن تبقى بتعرضه على الشاشة بس. يعني اللي هو الكلام ده هتطلعه على على الشاشة لليوزر بس. يعني هنا ما قالكش اكسبورت الكلام ده. حسنا. هو ممكن في بارت فور دوت يحصل يعني يعني اللي هو مثلا النسبة من من عدد الاستوزن تطلع رقم اه 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 اه. هو ماشي هيبالة يتعمل مع عادة زيان. ده لمش هيبالة عدد طلبة. اه اه. اه واه انت عارف ان مثلا لو انا مثلا عندي اه اه. ام. اه سأزني اه اه. اه ouch تمان. تمان. شكرا بشمان. اه هي هتبقى ووو بوينت تلاتة بس يعني يمكنني ايه. اه يعني طبعا انت بتحسب الـ الـ يطلع لك مسلا القصور في الحاجات دي. تمام. 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 ماشي. اوكي. جشموندس هي السيمبل اللي احنا عملناها دي انا عملها اكسبورت بمجرد ما البرنامج ما يبدأ ولا نخليها في المينيو كاوبشن? بص طالما انت يعني طالما مش موجود مسلا حاجة في الدسكريبشن بتقول لك مسلا اعمل كذا 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 فما انت معك الحرية ان انت يعني تعمل اكسبورت مسلا بعد ما تخلص يعني بعد ما تخلص الموديفكيشن. سي مسلا اليوزر اختار الابشن بتاع النورماليزيشن. اه بعد ما عملت النورماليزيشن عملت اكسبورت للفايل ده. تمام? طبعا يعني نخلي الموضوع يبقى مش انتراكتف بس اللي هو اه يبقى اليوزر عارف ايه اللي بيحصل. فاهمني? يعني مسلا اه ممكن تكتب مسلا نورماليزيشن اه او بروسيسنج مسلا وبعدين بعد ما تخلص اه 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 اجزال نورماليزيشن داتا اكسبورت للفايل واسمه مسلا كذا او لو انت عايز تعمل اللي اتنين اوبشن اللي هو انا بعد ما اتخلص هتعمل اه هتخلي الفايل يعني اكسبورت وتعرض النتيجة اللي حصلت دي على على الشاشة اللي اتنين مع بعض تمام? اه اه طبعا الموضوع في يعني في اه اه مش محدد قوي فتقدر ان انت اه يعني تعمل اللي انت عايزه. تمام? بس فكرة ان انت تعمل اكسبورت في اخر البروجرم او قبل ما البروجرم ما يقفل دي يعني ايه اه اه يعني فكرة حدقك انت وانت بتعمل يعني وانت بتشغل بالبروجرم مسلا عايز تجرب حاجات كتير فهتقعد يعني اتخلص البروجرم لغاية الاخر وبعدين تبص على الفايلز والكلام ده يعني يستحسن ان انت وانت شغال يبقى في فايلز بت يعني بتتحط وانت وانت شغال بعد تبص عليها اه تمام بس مالا تمام مينة مالاشا باش ننسوا ببارت تو بيقولي يعني الفونكشن انها تتعمل نورماليزيشن الفونكشن دي تيكس الرو داتا از امتوط وقصده على الرو يعني كامل يعني مرحب والا عايز او باعوا هلا هو انت بتتكلم علي انهي بورت بورت اتنين اه 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 او رو رو اي اي و رو داتا دي يعني اللي هي اله او غير اي موديفكيشن مش الرو اللي هو الصفة. اه تمام. رو دي يعني اه اه زي الوريجنال داتا كده. ما عملي? تمام تمام. اللي هي الرو داتا اللي هي اللي موجودة في الستيدنت جريد ده. كمام? مش الرو اللي هي او 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 دابلي. كمام? اه او او او. او 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 او. كده سؤالك او 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 انا بس كده عايز افاميل المفروض يدخله بالزبط. لا تمام. هي الرو الموجودة في الستيدنت جريد اللي هي السي سوي فايل ستيدنت جريد. نعم. تمام. ها دان دو سوال تاني المعادلة اللي هي موجودة اللي هي بتساوي اللي هي المين عشان انا مش فاهمها انا ما دي اللي بنا نجيب منها تجيب ايه? ام لا ده بتاعة النورماليزيشن. اللي هو الاو بتساوي الاكس مينس ميو على على السيجما. ايه. اه الميو اللي هو المين والسيجما دي اللي هي الستاندر دي بيزيون. فهمت اه المفروض ان انت بتشوف بتاعت كل اه كورس كمان? وبتجيب بتاعه المين ده اللي هو يعني. يعني بتجمع كل جمع كل الدرجات بتاعت في المادة دي. كلها في المادة دي. تمام? وبعدين بتجيب بتاعه. ده ده اللي هيبقى المين بتاعك. احنا كنا اه عملنا بروغرام المرة اللي فاتت. ممكن اجيبهه لكم. اه المفروض ان انت بتشوف كل جريد وتعملها مينس المين سكويرد. وبعدين بتجمع كل الداتا دي. تمام? يعني لكل درجة من الدرجات اللي موجودة في المادة دي. طمام? بعدين بتجمع الكلام ده وتقسم على عدده. هو ده? هو ده. بعد كده بقى هتعدي على كل على كل. يعني ما? يعني مسلا خمسين مسلا. اه اتفضل مشانسة. هتعدي على كل درجة. وتعملها المين على تمام? تمام. اه افصلنا ديها واحدة. وده احنا كنا عملناها المرة اللي فاتت. انتوا شايفين الاسكرين صحو? شايفين? طيب. اه فاحنا هنا وليكن مسلا احنا عندنا فيها خمس ارقام ده ده بس ده مش يعني مش بتاعك مش هيبقى فيه الكلام ده بس ده عشان نوضح الحتة بتاعت الـ نورماليزيشن هيا. تمام احنا كنا عملناها المرة اللي فاتت. اول حاجة انا مسلا عندي الري في الخمس ارقام دول. تمام? فانا عملت فورلوب بتعدي على كل بتاعش حسب الصن بتاع الموجودة في الري ده. تمام? وبعد كده بحسب الافرج اللي هو المين بتاعي بقسم السم على عدد اللي موجودة. تمام? آآ بعد كده عايز احسب حاجة بنسميها اللي هو آآ بتاع تمام? فاحنا بنحسب وبعدين نعمل له يدينا فبرضو هنعدي على كل في ده ونشوف ده اللي هو آآ اللي موجود في الاري ماينس الافرج اللي هو المين بتاعنا آآ اه هنا احنا استخدمنا بتاعت البي او دابليو اللي هي آآ بدلها في الاول اللي انا عايز اعمله آآ بعد كده بدي لها الباور هنا احنا ادينا لها باور تو تمام? بعد كده في في ده انا بجمع آآ كل بتاعت الاري بتاعته تمام? طيب من بعد كده بتاعته هيبقى هو زي ما قلنا بتاع الاريانس. كده انا بقى عندي يعني لغاية هنا الجزء ده كل اللي انا عملته ان انا حسبت بتاعت الدياتا اللي موجودة في الاري عندي. طبعا لو الاري بتاعي ده اقدر من خمسة فالفورلوبس دي بتاعتها بس هتضاير. تمام? طيب بعد كده لو انا عايز اعمل هعدي على كل في الاري. ولاكن مسلا ان انا عملت تانية اسمها الاري اوت دي اللي حسايف فيها النارمالايز د دا. تمام? فهعدي على كل في الاري الاساسية اللي هي اللي انا بادئ بيها اللي هي اي ار ار. اه كل الاري الاساسية فيها. على الاري الاساسية. تمام? فالكلام ده ها يديني النورمالايز د دا. طيب بعديها هسايف النورمالايز د دا دي في الاوبوت آآ آآ تمام? وبعدين ادخل على اللي بعد وعمل فيه نفس الكلام. تمام? وهنا آآ دي بس كنا عاملينها عشان نعمل ايه? آآ شو للنورمالايزد داتا بعد النورمالايزيشن. طبعا انت ممكن تغيرها وتخليها الحاجة تآآ تعمل اكسبورت الفايل ايه. تمام? وايه فايلة النورمالايزد دي بشوانتش البرنامج او في الدنيا عموما يعني? آآ في الدنيا عموما? دي يعني آآ لما يعني لما تيجي مسلا آآ يعني مين لي مين لي في الحاجات بتاعة الداتا ساينز والكلام ده نستخدم النورمالايزيشن فيها كتير يعني آآ هنا في في البروغرم بتاعك وهو ملوش لازم اقوي. يعني النورمالايزيشن بس هو آآ فكرة ان انت تحسب المين والستاندر دي بيجن دي مهمة يعني مهمة للآآ كستاتيستيكس للآآ للآآ للنتيجة بتاعتك. عارف انت الكيروف بتاع النتيجة عليازيشن دي مهمة للطلاب والكلام ده. ايو. هو دا دا يعني ما بتحسب المين والستاندر دي بيجن ده انت كا انك عرفت مسلا الاورد بتاع عند كم? وهل انتم فاهمين يعني فاهمين كستاتيستيكس المين والستاندرد دول ايه? ولا لا? يعني انا مسلا سي مسلا حسبت المين بتاع الدرجات بتاعة الستودنت في كورس معين لقيت المين ده ولاكن مسلا سبعين من مين تمام? كده الافريج بتاع الدرجات بتاعة الستودنت سبعين حسبت مسلا الافريج الكورس تاني لقيته ستين مسلا او خمسين فانا كده هعرف ان الدرجات بتاعة الكورس التاني ده ده فيها مشكلة يعني فيه الافريج بتاع الاستودنت في المادة دي فيه مشكلة تمام? طيب الستاندرد دي بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن توزيع الدرجات حوالين الافريج عامل ازاي؟ يعني انا مسلا لو عندي استانردد ديبيجين قليل ده معناها نكل الدرجات متركزة حوالين ال regel تمام? ف・・・ اه سي مسلا لو المين بتاعي سبعين فانا حلاقي كل الدراجات بتتغير من 65 ل75 كلها متركزة حوالين المين تمام طيب لو الستاندر دي بيجن ده كبير وليكن مثلا حلاقي توزيع الدراجات عندي هيبقى بيتغير مثلا من 50 لغاية 90 مثلا تمام برضو حوالين المين عندي اللي هو 70 تمام فالستاتيستيكس دي سواء المين او الستاندر دي بيجن بتديني فكرة عن يعني اوفر فيو كده عن النتيجة بتاعت الستيدنس عاملين اي تمام النورماليزيشن يعني خطوة النورماليزيشن ممكن مايبقاش لها لازمة قوي غير لو انت مثلا عايز تقارن ما بين حاجتين هما بتاعهم مش واحد يعني مثلا عندك مواد عندك مواد مثلا من 100 ومادة تانية من مية وخمسين وعندك مادة تالتة من ميتين تمام فانت عايز تعمل نورماليزيشن للداتا دي بحيس ان السكيل بتاعهم كلهم يبقى واحد اللي هو انت هتعمل لهم بالنسبة للمين والستاندر دي بيجن بحيس ان هما بتاعهم يبقى يبقى واحد تمام هنا يعني انت مش هتستخدم الكلام ده في اي حاجة بعد كده يعني مش بعد كده في حياتك يعني بعد كده في البروغرام عنده تمام لكن النورماليزيشن نفسه يعني ممكن لو اه لو خدت اي كورس مثلا اه اه ماشين ليرننج او داتا سايز او اي حاجة من الحاجات دي هتعرف اه ان النورماليزيشن بيستخدم في الحاجات دي بشكل كبير يعني تعالي اشتركوا في القناة 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 دوستو ألتن ايوه حضرتك كده بما ان احنا نعمل قتلش للفايل عطول هو انا كنت عامل ان انا اخلي حضرتك تدخل اسم الفايل كده الغي ده عايز تخليه خليه انت ليه عايز تلغيه عشان بس اوفر على حضرتك ترامو حضرتك مش هترامو على طول والبرنامج هنشتغل ماشي اوكي سيبو يعني اه 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة